بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم سنقدم محاضرة عن أساسيات برنامج مندلي لتوثيق وإدارة المراجع العينية معكم أخوكم الدكتور عبد الرحمن الضباح أتمنى إن شاء الله أن تكون محاضرة مفيدة ويستفيد منها طلاب الدراسات العليا بشكل خاص والباحثين بشكل عام بسم الله نبدأ محاور هذه المحاضرة ستكون تسع محاور وهي كالتالي محور الأول فوائد برامج إدارة المراجع العلمية بشكل عام وليس مندلي ثم مقارنة سريعة بين هذه البرامج ومميزات كل برنامج ثم سننتقل على الفكرة الأساسية من تسمية برنامج مندلي وهو الذي سنقوم بشرح إن شاء الله سنتكلم عن أساسيات هذا البرنامج في التوثيق وإدارة المراجع ثم سنتكلم عن طريقة تحميل وتنصيب برنامج مندلي والفرق الذي يوجد في برنامج مندلي ولا يوجد في أغلب التطبيقات الأخرى أو البرامج إدارة المراجع الأخرى وهو وجود مندلي أونلاين ووجود مندلي ديسكتوب ثم مميزات وخصائص برنامج مندلي بشكل عام بعد ذلك في المحور السابع والثامن والتاسع سيكون لدينا ذكر للفوائد وطريقة تطبيق هذه الفوائد التي تعلمناها في المحاول الستة الماضية في إضافة مرجع إلى برنامج مندلي وتكوين قاعدة بيانات عن طريق إنشاء حساب لك ثم طريقة استفادة من هذه المراجع التي تمت إضافتها وإدراجها أثناء كتابة البحوث العلمية في المحور الثامن وعن طريق إدراج المراجع مندلي إلى ملف الورد وأخيراً اختيار أسلوب الكتابة المتبع من قبل إذا كنت تدرس في جامعة محددة ومطلوب منك أسلوب كتاب معين أو تريد أن تصل إلى مجالة معينة بإذن الله سنتكلم عن هذه المحاور بشكل سريع جدا دعونا الآن نتكلم عن المحور الأول وهو فوائد برامج إدارة المراجع طيب الآن كما نشاهد يوجد لدينا في السوق أكثر من برنامج لإدارة المراجع العلمية وتوثيقها لكن من أشهرها برنامج مندلي وإند نوت وريفرنس مانيجر زيترو ريفر وورس وجميعها تهتم بقضية تجميع الأبحاث العلمية ثم الاستفادة منها في أثناء كتابة البحث ونقلها إلى إدراجها في ملف الورد أثناء كتابة البحث العلمي وكذلك طريقة اختيار سلوب أو سيتيشن ستايل سلوب الاقتباس المطلوب طيب ما الفائدة من هذه البرامج ولماذا هذه البرامج إدارة المراجع وتوثيقها كثيرة جدا الواقع يا أخوان يوجد خمس نقاط سنذكرها بالتفسير الخطوة الأولى أنها تساعد الباحث على الاحتفاظ بجميع المراجع في مكانه واحد وتكون أمام عينه ويستطيع إضافة عليها ما يريد ويحذب ما يريد وكتابة التعليقات الخاصة به النقطة الثانية إنشاء قاعدة بيانات أو مكتب إلكتروني خاصة بالباحث تساعده أيضا على التنظيم وترتيب المراجع والأبحاث ويعرف كل مرجع أين مكانه ولماذا وضع بهذا المكان ولم يوضع بالمكان التالي النقطة الثالثة مساعدة الباحث أيضا في كتابة واقتباس وفارسة المراجع العلمية عند كتابة الأبحاث في ملف البورد وغيره الرابعة تجنب النسيان أو الخطاء أثناء كتابة الأبحاث وكلنا يعلم أنه إذا كان العمل غير منظم وغير منتب تستطيع تكتب مثلا مرجع رقم واحد وإذا كان يدويا ممكن المرجع رقم 13 نفس المرجع بدون أن تتذكر هذا أو عن طريق النسيان أو بالخطأ لكن هذه البرامج تساعدك بالتنظيم المباشر آخر خطوة بشكل عام من فوائد برامج إدارة المراجع العلمية توفير وقت وجهد الباحث عند إدراج المراجع والأكتباسات فقط المطلوب منك اختيار نوع citation style أو طريقة الاقتباس ثم هو البرنامج يقوم بأدائها مباشرة إذن هذا هو عبارة عن المحور الأول دعونا ننتقل الآن إلى المحور الثاني المحور الثاني مقارنة سريعة لبرامج توثيق وإدارة المراجع العلمية المشهورة دعونا ننتقل إلى هذا المحور وضعت جدول لأكثر خمس أو أشهر خمس برامج إدارة مراجع وتوثيقها موجودة في السوق مثل مندلي الاند نوت كما نعلم اند نوت برنامج مشهور ويوجد يستخدم في كثير من الجامعات والمراكز البحثية دعونا نعمل مقارنة من حيث التكلفة ومن حيث التكامل مع ور مندلي يتميز بأنهم مجاني بينما اند نوت الذي يحتوي على فيتشر وميزات كثيرة جدا يعتبر غير مجاني وتحتاج أن تدفع مبلغ معين حتى تفعل هذا البرنامج كلا البرنامج متوافق مع ماكروسوفت أوفيس وتاريخ تدشين اند نوت عام 1980 بينما مندلي عام 2008 وسنذكر قصة إنشاء هذا البرنامج برنامج زيترو أيضا يعتبر مجاني وفي تدشين في عام 2006 لكن الميزات الموجودة فيه لا ليست بالقدر الكافي كما هي موجودة في برنامج مندلي وكما سنشاهدها إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة برنامج ريفر ووركس برنامج غير مجاني وأيضا عند التعامل مع برنامج وورد فإنك تحتاج أن يكون تحمل برنامج محدد حتى يكون متكامل معه ودشين في عام 2001 بينما برنامج ريفرنس مانيجر على حد علمي أنه توقف توقف بيع هذا المنتج بتاريخ 31 ديسمبر ومع أنه كان قديم جداً ولكن لم يستطع مواكبة التطور في برامج توثيق وإدارة المراجع العلمية بشكل عام نصيحة لي أي باحث أن يبدأ باختيار البرنامج المناسب له من البداية حتى ينشئ قاعدة بيانات خاصة به ولا تكثر عليه برامج وتزداد صعوبتها بالنسبة له ويعمل على تنظيم أبحاثه طيب ننتقل الآن إلى المحور الثالث المحور الثالث فكرة وسبب تسمية برنامج مندري الواقع اجتمع ثلاثة من طلاب دراسات العليا وهم جان رايكشولد وفيكتور هينغز وبول فوكلر وجميعهم كانوا يدرسون في جامعة باوهاوس بمدينة بايمار بألمانيا وعند اجتماعهم رأوا عام تقريباً 2003 أو قريب من هذا التاريخ 2004 رأوا أن سوق الأبحاث العلمية ليس بتلك الجودة وأنه لم يعد يواكب الطفرة العلمية والإمكانات المتاحة لذلك فكروا بإمكانية إنتاج برنامج آخر يحمل جميع الميزات التي يرونها أنها غير موجودة في برامج إدارة المراجع وتوثيقها الموجودة في تلك الحقبة ففكروا بإنشاء هذا البرنامج طيب تسمية البرنامج كما نشاهد لون الشعار أحمر ويقرب نجة نظري إلى لون القفاش فأول ما وضعوا اسم لهذا البرنامج أقترح أن يكون اسمه لتراكوالا بمعنى مصاص الأبحاث على وزن دراكوالا والتي تعني مصاص الدماء ولكن أعتقد أن هذا الاسم لا يتوافق مع مجال الأبحاث العلمية والدراسات البحثية لأنه اسم مرعب و لا يوجد به أي رابط فلم يتفقوا على هذا الاسم و ألغوا هذه الفكرة ولكن اتفقوا على وضعه على اسم مندري اشتقاقا من العالمين الروسي ديمتري مندريف و النمساوي جرجر مندر ما السبب في ذلك؟ العالم الروسي يعتبر من أوائل الذين ساهموا بالنسخة الأولى من الجدول الدوري عندما رتبوا الجدول الدوري و نظموه توقع مندريف خواص كيميائية لعناصر لم تكن مكتشفة بعد في تلك الفترة و لكن بعد الترتيب و التنظيم استطاع التوقع بينما عالم النمساوي مندل كان من أوائل من اكتشف القوانين الاساسية للوراثة و قام بتجارب كثيرة على نبات البازلة أدت هذه التجارب و الاكتشاف القوانين إلى تطور علم الوراثة الشاهد في هذه القضية أو الرضب بين اسم مندري و اختياره أنه كلما رتبت أعمالك و أبحاثك و نظمتها فإنك تستطيع أن تطور و تتوقع نتائج جيدة إن شاء الله تعالى و ممتازة و هذا يعد من أهم سياسات العلم و التعلم إذن أهم سياسات العلم و التعلم التوقع و التطوير هذا التوقع و التطوير لا يأتي إلا من خلال التنظيم و الترتيب و التوثيق المراضي بشكل انا إذن دعونا ننتقل الآن إلى المحور الرابع وهو طريقة تنصيب و تحميل برنامج مندلي بشكل سريع جدا وضعتها على شكل نقاط أول خطوة إذا بلا محرك البحث جوجل فقط أكتب كلمة مندلي سيحولك مباشرة إلى هذه الصفحة ثم أدخل على موقع مندلي من إنترنت بالضغط على موقع مندلي تظهر لك هذه الصفحة و كما نشاهد أخوتي الأكارم يوجد لدينا خطوتين الخطوة الأولى إذا لم يكن لديك حساب في موقع مندلي قم بإنشاء حساب قبل عملية تحميل البرنامج طيب ما السبب في إنشاء الحساب كما ذكرنا لكم أخوتي الأكارم أن إنشاء الحساب في برنامج مندلي خطوة ضرورية لأنها عبارة تأسيس لقاعدة بيانات خاصة بالباحث نفسه يبحث فيها مراجعة و يحفظها فيه و يجمعها و يرتبها و ينسقها كما يرغب هو كذلك تساعد ميزة في برنامج مندلي عملية التخزين السحابي كما نشاهد في الإيميل تستطيع فتحه في أي مكان و الاطلاع على أبحاثك و مراجعك و الملاحظات التي دونتها فيه إذن عملية سهلة جدا لكن قبل كل شيء يجب أن تقوم بإنشاء الحساب خطوات الإنشاء الحساب سهلة جدا مجرد وضع اسمك و اسم العائلة و فقط الإيميل و رقم سري ثم تتم العملية بسهولة بعد ذلك تطلب منك تحميل البرنامج على مندلي ديسكتوب تم إنشاء الحساب أونلاين لكن يطلب منك تحميل الحساب على الأونلاين أنشأت الحساب فقط المطلوب منك الآن ساين إن مجرد أن تدخل على الساين إن و التظهر لك الصفحة التالية وهي على موقع الأونلاين موقع مندلي على الأونلاين وتلاحظون الآن بالاسم عبد الرحمن حساب خاص بعبد الرحمن الضباح أو إكس من أي شخص كان إذن فقط يجب عليك إنشاء حساب هذا الحساب هو قاعدة بيانات خاصة بك وهذه الصفحة هي صفحة مندلي على الأونلاين و بمجرد تحميلك فتحك الحساب سيطلب منك تحميل داولود مندلي ديسكتوب و ستكون نسخة أخرى على اللابتوب أو الجهاز المكتبي الخاص بك دعونا ننتقل الآن المحور الخامس المحور الخامس الآن أصبح أنشأت حساب أصبح لدي موقع حساب في مندلي على الأونلاين و يوجد ميزة تحميل مندلي ديسكتوب طيب ما الفرق بين مندلي ديسكتوب و مندلي أونلاين دعونا نلاحظ هذه الميزة الموجودة في برنامج مندلي و غير موجودة في أغلب التطبيقات الأخرى ما هي هذه الميزة؟ الواقع يا أخوان كما أسلفنا يوجد لديك حساب موقع مندلي على شبكة الإنترنت و حساب لك على سطح المكتب طيب وضعت أبحاث على حساب مندلي الموجود على سطح المكتب فقط أعمل عملية تزامن سيعمل على تحميل و تصدير جميع هذه المعلومات التي أضفتها أو الأبحاث التي أضفتها سيعملها و ستكون بعمل تزامن ستكون موجودة على الإنترنت أو العكس صحيح أضفت أبحاث على حسابي موقع مندلي على شبكة الإنترنت فقط سعمل تحديث أو سينكرونيزيشن سيتم نقلها و وضعها في كلا الثنين إذن الأهمية الأساسية أنك تستطيع تستفيد من أبحاثك سواء على مندلي ديسكتوب أو مندلي أونلاين بشرط ضغط على زر سينكرونيزيشن وهذه ميزة مهمة جدا بحيث أنك تحافظ لو لم يكن لديك حاسب آلي فقط موقع في إنترنت تدخل على اللابتوب الخاص بك تدخل على حسابك بالأونلاين وتستطيع فتح حساب مندلي وإضافة ما تريد وإجراء عملية تحديد كما سنشاهد عمليا بعد قليل طيب المحور السادس ونتوقف في نهاية الميزات ثم نبدأ بالتطبيق العملي طيب مميزات وخواص برنامج مندلي يوجد خواص ميزات عامة لبرنامج مندلي أول شيء أن هذا البرنامج مجاني حتى 2 جيجا بايت وهذه تعتبر بالنسبة للأخوان في الحاسب الآلي مساحة تخزين كبيرة جدا وتساعد في الحفظ كثير من البيانات والمعلومات والملاحظات التي بعد تخزين الأبحاث العلمية النقطة الثانية برنامج مندلي متوافق مع معظم أنظمة التشغيل مثل ويندوز الماك الأندويد أجهزة الجلاكسي جميع الأجهزة الذكية الآيفون وهل مجرم جهاز الآيباد الآيبود وهل مجرم إذن متوافق مع جميع أنظمات التشغيل النقطة الثالثة وركزوا عليها يا أخوان ميزة مندلي أيضا للأخوان الذين تعاملوا مع برنامج الاند نوت أن أي برنامج يعمل على الاند نوت أو أي ملف يعمل على الاند نوت يستطيع العمل على برنامج مندلي وهذه سنجد فائدتها إن شاء الله تعالى أثناء التطبيق العملي عند استيراد أو إضافة البحاث العلمية إلى مكتبتنا في مندلي النقطة الرابعة إمكانية التخزين السحابي كما ذكرنا مثل الإيميل تغنيك من التخزين اليدوي مثل الفلاش ماموري أو جهاز السيدي أو الهارد ديسك وهلوم مجرم النقطة الخامسة يوجد في برنامج مندلي أكثر من سبعة آلاف أسلوب للفهرسة وهذه طريقة فقط تغير النظام وسنشاهد ذلك عمليا إن شاء الله تعالى بمجرد ضغطة زر تريح من عمل أيام ويعرف كلامي هذه الأخوان الذين قاموا بالعمل اليدوي في كتابة الأبحاث وفهرسة المراجع وطريقة كتابتها بما يتوائم مع الجامعة التي تعمل بها أو الكلية التي تدرس فيها أو المجلة التي ترغب بإرسال بحثك إليها إذن ميزة سبعة آلاف أسلوب للفهرسة مهمة جدا وسنجد أهميتها وطريقة عملها إن شاء الله تعالى بعد قليل الميزة السادسة إمكانية مشاركة الأبحاث يوجد في مندري برنامج أيقونة إنشاء جروبات مشتركة مع مجموعة من أشخاص يحملون أو لديهم حساب في مندري وهذه إما تكون مجاميع جروب عامة أو جروب برايفتري أو بشكل خاص النقطة السابعة إمكانية البحث عن الأوراق العلمية القريبة من تخصص الباحث عن طريق related paper وهذه سنشاهدها ضع فقط إشارة على الورقة البحثية التي ترغب فيها ثم اذهب إلى الأيقونة related paper سيجذب لك ويحضر لك أقرب مواضيع قريبة للورقة هذه وهذه ميزة لم أشاهدها في أغلب التطبيقات أو برامج إدارة المراجع الأخرى النقطة الثامنة إمكانية البحث عن أوراق علمية أو بحثية عن طريق خيار literature search وهذه عبارة عن قاعدة بيانات موجودة في داخل مندري كما هي موجودة في جوجل سكولر وغيرها من المواقع أو باب ميد وغيرها من المواقع فقط اكتب الكلمات الدلائلية على أيقونة literature search ويعطيك معلومات كثيرة ومفيدة عن ما كنت ترغب البحث عن النقطة التاسعة إمكانية إنشاء مجلدات داخل أيقونة أيضا في مندري تسمى library وهي تساعدك على تصنيف أبحاثك مثلا يوجد أنا بحكم تخصصي في الكيميا أريد أن أضع مجلد في library في المكتب الخاصة بي أنا عن كيميا تحليلية وأريد أن أنشئ مجلد آخر عن الكيميا العضوية أريد أن أنشئ مجلد ثالث عن الكيميا الفيزيائية وهل ومجرا إذن تساعدك على عملية تسهيل وضع المجلدات أو الأبحاث العلمية في مجلدات محددة تسهل للباحث أو صاحب الحساب الوصول إليها النقطة الأخيرة إمكانية استخدام خاصية السحب والإدراج drag and drop للملفات إذا كانت موجودة على جهاز اللابتوب أو جهاز المكتبي أو إذا كانت في سطح المكتب وسنطبق ذلك عمليا إذن بشكل إنعام هذه الميزات الأساسية للبرنامج مندلي بعد الانتقال من الميزات العامة ننتقل الآن إلى الميزات الخاصة مجرد الذهاب إلى سطح المكتب أو الحاسب الآلي الخاص بك أو اللابتوب الخاص بك ستظهر بعد كما ذكرنا منذ قليل تحميله من موقع مندلي أونلاين عند فتحك لحساب مندلي أونلاين سيطلب منك تحميل مندلي ديسكتوب مجرد تحميله سيظهر هذه الشعار أو هذه الأيقونة ستظهر على سطح المكتب مندلي ديسكتوب بمجرد الضغط عليها مرتين أو مرة سيفتح تفتح معك هذه الصفحة مرحبا إلى مندلي ديسكتوب فقط المطلوب منك إدخال الإيميل الخاص بك ثم الباسوورد مجرد إدخالهم ثم ساين إن تفتح معك صفحة خاصة بمندلي ديسكتوب وفيها الفيتشار التي تكلمنا عنها منذ قليل عن الميزات العامة لبرنامج مندلي إذن هذه الصفحة ستكون مندلي ديسكتوب موجودة على الحاسب الآلي أو اللابتوب الخاص بك أو جهاز الحاسب المكتبي الخاص بك ويوجد لديك أيضا كما ذكرنا ميزة التخزين السحابي حساب على الأونلاين ننتقل بعد ذلك الآن إلى التطبيق العملي على الخطوات التي ذكرناها وشرح لمميزات برنامج مندلي ديسكتوب والفيتشار التي تكلمنا عنها وأيضا إمكانية عمل التزامن مع مندلي أونلاين بعد الضغط على ساين إن من موقع مندلي ديسكتوب تظهر أمامنا هذه الصفحة وللأخوة أو الذين قاموا بالتحميل مندلي لأول مرة لن تجد لأول مرة هذه الصفحة مليئة بهذا الشكل ولكن مع الزمن مع تقادم الزمن مع إضافة الملفات والأبحاث المطلوبة ستكون هذه الصفحة مليئة إن شاء الله تعالى دعونا الآن في البداية نشرح بعض الفيتشار أو بعض الأيقونات الموجودة أول فيتشار كما تلاحظون عبارة عن مندلي ديسكتوب هذه الأيقونة الخاصة بمندلي ديسكتوب وأيضا هذه الأيقونة موجودة عليها اسم عبد الرحمن بصاحب الحساب ميزة هذه الحساب أننا الآن على مندلي ديسكتوب بمجرد الضغط على هذه الأيقونة ستنقلنا إلى مندلي أونلاين حسابك على مندلي أونلاين كما تشاهدون الآن عبد الرحمن موجود هنا على أونلاين وعبد الرحمن الثانية موجودة على الديسك توب هذه على الديسك توب وهذه على الـ Online سنشرح هذه الـ Features بعد قليل إن شاء الله تعالى الميزات مثلاً Library سنجد هذه الـ Library موجودة على عبد الرحمن Online وموجودة أيضاً بخواصها على Favorite و My Publication Recently Read, Recently Added وملفات الـ Folders التي قمت بإضافتها سواء على Mindly Online أو Mindly Desktop الآن نحن على Mindly Online دعونا نبدأ بالعودة أو نعود إلى Mindly Desktop كما ذكرنا منذ قليل رتفتح Mindly Online اضغط على أيقونة الحساب أو اسمك في حسابك وستنقلك Mindly Desktop إلى Mindly Online طيب على الجهة اليسرى يا أخوان توجد شريط القوائم التالية وكما نشاهد فايل زي الـ Word و Powerpoint وغيرها من برامج Edit و View و Tools هذه الأيقونة يا أخوان سنستفيد منها إن شاء الله تعالى في المحور السابع Install Web Importer كيف يتم إضافة الأوراق البحثية إلى مكتبتي في Mindly وسنشرح إن شاء الله تعالى بالتغسية في المحور السابع أيضا هذه الأيقونة يا أخوان Install Microsoft Word Login هذه تحتاج أنك تحملها أيضا إذا أردت إدراج ولاحظوا كلمة إدراج أوراقك البحثية عند كتابتك البحث العلمي في ملاف الـ Word هذه Health في بعض الميزات وضعت خارجا كما نشاهد في File هذه Add Files و Add Folder و هلما جرا وضعت بشكل خارجي هنا نفس الأيقونة تستطيع تستفيد منها هنا وتستطيع تستفيد منها عن طريق File كذلك هذه الأيقونة Folders تستطيع إضافة إدراج مجلد أو الانتقال مباشرة إلى إدراج مجلد من هنا كذلك هذه الأيقونة Related وسنشرحها بالتفصيل و فوائدها الكثيرة جدا و قضية الضغط على الأيقونة سنشرحها تضغط على ورقة بحثية معينة وتريد أن تبحث عن أوراق قريبة في مجال هذه الورقة و السنكرونيزيشن أي شيء تضيفه أو تحذفه من مكتبتك تعمل سنكرونيزيشن سيعمل لها تزامن مع Mindly Online إذن هذا الشريط القوام الذي في الأعلى طيب دعونا نذهب إلى الشريط الآخر Mindly Literature Search بالضغط على هذه الأيقونة مثلا و كتابة أي كلمات دلائلية فأمك تعمل كقاعدة بيانات أو مثل Google Scholar عبارة عن محرك بحث مثل Google Scholar فرضا سأبحث عن أي موضوع متعلق بالفيا عن الحرائق مثلا مجرد كتابة على الكلمة الدلائلية ثم الضغط سيعطيني نبذة سريعة جدا عن أقرب الأبحاث التي تكلمت عنه عبارة عن كتب ولاحظوا هنا Book Section جزء من كتاب أو عبارة عن معلومة عامة نلاحظ التاب يحددها لك أيضا و عبارة عن ورقة بحثية إذن هذه ميزة Literature Search مهمة جدا فقط تكتب الموضوع الذي تبحث عنه وسيغنيك عن الذهاب على Google Scholar أو محركات البحث الأخرى مثلا دعونا نبحث عن كلمة أخرى Drug مجرد إضافة هذه الكلمة لاحظ ظهر لك البيانات الخاصة أو أوراق بحثية تتكلم عنها يعطيك إياها كرفرانس إذا أعجبك أي ورقة بحثية منهم فقط الضغط على Save Reference و ستظهر لك الأيقونة باللون الأزرق على مطصح مثلا هذه الورقة البحثية في عام 2013 ليست ورقة بحثية كتاب في 2013 أعجبتني أضيف Save Reference وتذهب لها مثلا هذه الورقة عبارة عن Report Save Reference و عملية توريد إليها إلى الملف هذه الورقة البحثية مثلا أبحث وأضيف Save Reference إذن Literature Search ميزة مهمة جدا و مفيدة جدا في برنامج مندري دعونا ننتقل الآن إلى الجزء الثاني My Library My Library الآن تعطيك فيتشار كثيرة جدا ما هي جميع الملفات التي حملتها على برنامج مندري و الميزة أخرى يجب أن يمكن أن تحمل ملفات البي دي اف و ملفات الورد و ملفات البور بوينت و كما أسلفنا عبارة عن قاعدة بيانات أيضا تستطيع أن تضع عليها هل هذا الموضوع أو هذه الورقة البحثية تريد أن تعود إليها مرة ثانية أضفها إلى المفضلة لديك و هذه العلامة يعطيك جميع المواضيع التي أدرجتها كمفضلة أيضا يبين لك هل هذه الورقة العلمية تم قراءتها أم لم تقرأ بمجرد الضغط على هذه الأيقون كذلك النقطة الأخرى لو تذكرتها منذ قليل أدرجنا ممكن خمس أبحاث أو أربعة أبحاث لاحظا رزينت لي آدت التي أضفناها عندما بحثنا عن كلمة فيار و كلمة دراج في لتريتشور سيرش بعمل السنكرونيزيشن الآدت لا يوجد الوقت إضافتها لكن لاحظوا معي الأيقون التي ذكرت لكم أنها مهمة جدا بعمل السنكرونيزيشن سيعمل لك متى تمت إضافة هذه المعلومات تسع و خمس و عشرين دقيقة تسع و خمس و عشرين التي كانت في نفس تسجيلنا لهذه المحاضرة أيضا يوجد رزينت لي ريدد الأوراق التي قمت بقراءتها كل هذا موجود في ماي لايبري المفضلة كما أسلفنا أوراق تحتاج إلى مراجعة تضعها تصنفها في هذا المكان إذا ميزة ماي لايبري أنه قام بتصنيف و وضع الأوراق العلمية حسب احتياج الباحث ماي بابليكيشن إذا كان لديك أوراق علمية قمت ببحثها أيضا يوجد ميزة وهي create folder فرضا أريد أن أنشئ ملف و سأضعه بمسمى test لو لاحظنا يا أخوان بمجرد ضغط enter ضغط ظهر علي لدي هذا الملف نلاحظ أن هذا الملف فارغ جدا طيب ما الميزة التي يمكن أعملها أول ميزة يا أخوان أيضا سأستغل قضية drag and drop أو السحب و الإدراج نفترض أن هذه الملفات الأربعة أريد أن أنقلها إلى ملف الملف الجديد الذي أضفته فقط ما علي إلا أن أعمل drag and drop وتلاحظون أنه يوجد الملف الذي لديه اسمه ملف test إذن تمت إضافة هذه الأوراق البحثية في folder اسمه test الخاص بأنا الآن إذن هذه الميزة الثالثة إدراج مجلدات و وضع الملفات التي ترغب بإدراجها طيب أتأكد أن أدرجت هذه الملفات تتذكرون منذ قليل Resentry added كانت فقط أبحاث بدون ملفات الفولدر بالعودة إليها تلاحظون أنه تم إدراج الملفات التي أدرجناها منذ قليل بالإضافة إلى ملفاتنا الأربعة التالية التي أمامنا هنا إذن الميزة الثالثة drag and drop إذا كانت موجودة في سطح المكتب أو أي مكان على جهازك فقط سحب وإدراج وتستفيد منها مباشرة إذن هذه أيضا من ضمن الميزات الموجودة في برنامج منذري النقطة قبل الأخيرة في برنامج منذري إنشاء groups وتستطيع إنشاء create group بثلاث طرق إما يكون group عام وفي نفس تخصصهك مثلا في الكيميا في الفيزياء في الطب في تخصصات الأدبية جغرافيا تاريخ وهل موجرد أو إذا كنت ترغب فقط بأشخاص معينين ترغب بدعوتهم أو group فقط تتبادل فيها الأوراق العلمية إذن هذه إنشاء group الميزة قبل الأخيرة آخر ميزة في هذا الجزء آخر ميزة أيضا مجرد تضع على الملف المرغوب تكون إشارته موجودة أمامك مثلا أنا ضغطت على folder analysis of toxic component ففتح لي هذه الأقوناة الخاصة آخر جزئية مثلا أنا أبحث الآن filter by publication الآن يبحث لي في هذا الملف الذي فتحته الآن analysis of toxic compound يفتح لي جميع الملفات الموجودة طيب بأسماء من مثلا بأسماء الكيوورد للأوثور الموجودة فيها أو بأسماء نفس الأوثور أبجديا أو بأسماء المجلات التي نشرت فيها الأوراق البحثية ثم يحدد لك الورقة البحثية التي قمت باختيارها إذن filter بحسب الرغبة التي ترغب فيها مثلا باسم الباحث بالكلمات الدلائلية بالمجلات العلمية التي تم النشر فيها مثلا وهلوم مجرم إذن هذه يعطيك دلالة على filter وهلوم مجرم نعود مرة أخرى إلى موضوعنا الأساسي وهو related كما ذكرنا منذ قليل ودعونا ننتقل إلى ملف الأساسي وهو ملف analysis of toxic component مثلا بالذهاب إلى هذا الملف تشاهدوني أخوتي الأكارم بمجرد تحريك المؤشر يعطيك على كل ورقة لون السماوي واسم البحث طيب أطلب منكم أخوتي الأكارم المشاهدة أو مراقبة الملف الذي عليه المؤشر ثم الذهاب والمقارنة على الجزء الأيمن من الورقة البحثية يظهر لك عندما تضغط بهذا اللون البنفسي يحدد لك خواص هذه الورقة مثلا بنش سكيل جينيريشن أوف فير إفلونس يعطيك الديتيالز الخاصة بها وما هي هذه الورقة هي عبارة عن جزء من كتاب لاحظوا معي أخوتي الأكارم يعمل مندري لتصنيف الورقة هل هي عبارة عن كتاب أو جزء من كتاب أو حالة أو الورقة عبارة عن بشكل عام أو ورقة بحثية او تكون عبارة عن تيسز وهلو مجرم يقوم المندري بالتصنيف والترتيب كامل أيضا يعطيك اسم المؤلف الكتاب الذي تم نشره وتاريخ النشر ومتى الصفحات التي تتكلم عنها وإذا كان جزء من كتاب فما هو رقم هذا الكتاب عبارة عن شابتر 12 وهلو مجرم الملاحظة الثانية أيضا لاحظوا معي أخوتي الأكارم إذن الورقة الأولى لو ذهبنا إلى الديتيلز يعطيك تصنيفها عبارة عن جزء من كتاب لو تحركت بالمؤشر إلى الورقة الثانية يعطيك عبارة عن ورقة بحثية أو التي تليها عبارة عن نقطة عفوا الورقة التي نتكلم عنها الآن general articles التي أسفل منها تلاحظوا مؤشر الأسهم البنفسي ينزل معي ويحدد لي وما هي نوع الورقة ورقة بحثية مثل هذه الورقة البحثية عبارة عن طروح الدكتوراه و جميع البيانات المطلوبة journal articles وتلاحظون cases مثل هذه الورقة وهلهم مجرن إذن بالضغط على هذا المؤشر يعطيك مرة واحدة يعطيك details والتفاصيل الخاصة بالورقة إذا كنت ترغب بإضافة ملحوظات على هذه الورقة تستطيع كتابتها وإدراجها هنا إذا كنت تبحث عن الكونتيننت الموجودة في نفس الورقة ما هي الخواص الموجودة فيها والمتطلبات الأساسية التي تبحث عنها لاحظوا معي أستطيع الانتقال من أي ورقة ويعطيني معلومات كاملة بعض الأوراق العلمية يوجد فيها تفعيل المحتويات مثل هذه الورقة بينما هذه الورقة لا توجد فيها إمكانية الحصول على المحتويات بالذهاب لهذه الورقة مثلا امشن فروم اوتوموبايل فاير بالضغط على نوت أضيف المعلومات التي أرغب فيها أو الكونتيننت يعطيك تصنيف الورقة بالضغط عليها ينقلك مباشرة إلى الصفحة الأساسية التي ترغب فيها نقطة أخيرة أحببت تنويه إليها وهي أنه يمكن أيضا إضافة الملفات على شكل على شكل على شكل وورد عفوا على شكل بووربوينت إذن إمكانية مندري أنه يستقبل جميع برامج مايكروسورت النقطة الأخيرة التي أحببت التنويه بها مثلا ريليتد ريليتد يا أخوان هذه الآن يعطيك معلومة كاملة على الورقة مثلا هذه بنش سكيل جينيريشن أو فير إفلونت أريد أن أبحث عن الأوراق القريبة من هذه الورقة العلمية أذهب إلى ريليتد ويقوم مباشرة بإعطائي مجموعة أوراق بحثية سواء كتاب أو معلومات عامة أو ورقة بحثية ويعطني أعجبتني مثلا هذه الورقة البحثية والتي كانت في عام 2006 فقط أعمل لها ونشاهد أنه أصبح عليها المؤشر كما وجدنا في سيرج عليها علامات صح طيب أريد أن أبحث عن ورقة أخرى بتخصص آخر مثلا عن الانفيتامينات وهلما جرا أو الكاتينون أبحث عن هذه الورقة أضغط عليها وأبحث بريليتد يقوم مباشرة بإعطائي أقرب الأوراق العلمية مثلا هذه الورقة في عام 2016 معلومات كاملة عن هذه الورقة هذه عبارة من المؤلفين وإسم المجلة السنة التي تم نشرها وصفحات الورقة البحثية لم تكن موجودة عندي الورقة أستطيع أخذها من قواعد البيانات العالمية المشهورة مثل Science Direct وسبرينجر وغيرها من المواقع وأبحث عن الورقة العلمية أو عن طريق المكتبة الرقمية السعودية وهي التي تساعدني في البحث عن قواعد البيانات العالمية المختصة أيضا مثلا هذه الورقة في عام 2016 أرغب أن تكون مرجع لي نلاحظ أنه أضع لعلامة صح أيضا هذه الورقة العلمية مثلا أريد أن أضعها كمرجع وللتأكد من هذه الخطوة أذهب إلى تلاحظون أنه تم إدراج هذه الملفات بعمل سيقوم بإدراج الملفات الخاصة لتحميلها وتحديد الوقت الذي تم إضافتها إلى ملفين فمثلا الملفين السابقين هذه موجودات بالسابق من 13 مارس 2019 إذن الآن بشكل سريع هذه الصفحة الأولى النقطة الثانية التي أحب أن نناقشها الآن أبحث على هذا المجلد مثلا أريد أن أقرأ هذه الورقة بالضغط double click لاحظوا معي أخوتي الأكارم ظهرت معي شاشة أخرى ما هي هذه الشاشة هي الورقة البحثية الكاملة أو الجزء من الكتاب كما ذكرنا منذ قليل طيب وش الميزة الآن تغيرت شريط القوائم كاملا كان في my library شريط القوائم فقط هذه الخمس أيقونات ولكن عندما ضغط double click على الورقة البحثية التي أرغب بها أعطاني تقريبا معلومات عن الورقة وتغير موقع الأيقونة كاملا ونلاحظ أن الفيتشور أو شريط القوائم تغير مرة أخرى أريد أن أبحث عن ورقة علمية ثالثة وأريد أن أصنف الأوراق الموجودة عندي أو أريد أن أقرأها بشكل كامل double click ويفتح لي الصفحة إذن لاحظوا يا أخوان my library هذه الأقونة ثم بالضغط double click على أي ورقة بحثية سيتم فتحة مباشرة ويعطيني عليها البيانات طيب ما الفائدة التي نستفيد منها في هذه الصفحة كما تتذكرون عندما ذكرنا أنها قاعدة بيانات خاصة بالباحث يستطيع إدراج ما يرغب إدراجه وإضافة الملحوظات التي يرغب بإضافتها مثلا أريد أن أرغب أن أضيف على هذه الورقة البحثية أنها تحتاج إلى مراجعة يحتاج أن أعيد مراجعتها مرة أخرى فقط أكتب هذه الملاحظة تحتاج مراجعة وستظهر لهذه الأيقونة بالذهاب إلى نوت ستجد أنه ظهرت لديك هذه المعلومات أيضا إذا كنت أريد أن أضع highlight على الورق فقط بالضغط على هذه الأيقونة ثم اختيار المكان الذي أرغب بوضع highlight عليه طيب هذا الموقع الذي أرغب بالhighlight وبمجرد الضغط عليه اختيار اللون المناسب أرغب أن أقرأه فقط يضلل فقط المكان الذي أرغب فيه أرغب بتغيير اللون مثلا باللون الأحمر يغيره وأضغط عليه ويعطيني معلومات كاملة عنه أريد أيضا أن أضيف highlight على هذا الجزء مثلا طيب ومجرد إضافة highlight على هذا الجزء والضغط عليه يعطيك فقط highlight المطلوب دراسته ووضع اللون المناسب يعطيك فيه طيب دعونا الآن نعود إلى مندلي أونلاين دعونا نذهب إلى مندلي أونلاين ونفتح نفس الورقة التي فتحناها هنا وهي chiral separation of new cathinone بالذهاب إلى هذه الورقة الآن فتحنا على صفحة صفحة مندلي أونلاين بهذا الحساب وذهبت على my library نفس الأيقونة all document وfeffert والpublications recently readed recently added وcreate folder الفولدر الذي كنت تعامل معه هو عبارة عن analysis of toxic طيب ما هي الورقة chiral of analysis cathinone هذه الورقة البحثية طيب أفتح هذه الورقة double click الآن أنا على أونلاين الآن أنا على مندلي أونلاين طيب كما تتذكرون منذ قليل ذكرت لكم أخوتي الأكارم أنه يوجد ميزة في مندلي عملية synchronization تلاحظون الأبستراكت الآن لا يوجد فيه أي معلومة على مندلي أونلاين طيب بالذهب إلى مندلي ديسكتوب نلاحظ أن هذه الورقة العلمية يوجد فيها بعض النوت والملاحظات طيب كيف يتم توريد هذه المعلومات الحديثة التي وضعتها على مندلي ديسكتوب إلى مندلي أونلاين فقط نعمل synchronization بعمل synchronization ستتم الملاحظات أو الإضافات التي أضفتها في مندلي ديسكتوب ستظهر عند عمل التحديث على الأونلاين ستكون موجودة في نفس التي تم إضافتها على مندلي ديسكتوب لاحظوا معي نفس البيانات التي كانت غير موجودة منذ لحظات بعمل synchronization والتحديث ظهرت هذه المعلومات مرة أخرى دعونا نضيف كلمة في الintroduction أريد أن أضع highlight في هذا الجزء فقط اختيار اللون المناسب للhighlight بالضغط عليه click يعطيك فقط الملحوظة التي ترغب فيها وترغب باختيار اللون الذي تريده مثلا orange ولا red بعمل synchronization ستكون هذه الإضافة التي أضفتها موجودة أيضا على مندلي online فقط الذي أقوم به الآن هو تحديث وستظهر لدي الإضافة الحديثة إذن هذه ميزة موجودة كما ذكرنا لكم إضافة المراجع وإضافة التعليقات ونفس القضية أستطيع أضيف note في موقع معين وأكتب ماذا أرغب تحتاج متى تحتاج الشرح إضافي هذا الآن أنا الآن على مندلي online بمجرد إضافة هذه الأيقونة مندلي online ثم أعمل تحديث أذهب مرة أخرى إلى مندلي ديسكتوب الآن على مندلي online أذهب إلى مندلي ديسكتوب تلاحظون لا يوجد لدي الملحوظة التي أضفتها في هذا موقع أعمل synchronization وتظهر معي المعلومة التي أضفتها على مندلي online إذن ميزة مندلي online لاحظوا معي مندلي online ومندلي ديسكتوب إمكانية التزامن إمكانية تكبير الصفحة كاملة تكون صفحة كاملة لك وقراءتها إمكانية بالخروج تعود مرة ثانية لنفس الحالة الأولى إمكانية تقراها كورقة بحثية بهذا الشكل عن طريق اليد إضافة الهايلايت من هذا والنوع اختيار اللون المناسب تكبير وتصغير الورقة أو الهايلايت الذي رغبت فيه الصفحة التعريضها وزوم إن وزوم الفيت بشكل عام طيب إذن هذه أخوان أهم الميزات الموجودة في مندلي ديسكتوب ومندلي online وأعود مرة ثانية إلى my library أستطيع كون الطلبات أو الأبحاث التي أرغب بإنشائها بهذا الأيقونة تكون معلومات مندلي كاملة لدي أرغب بتكوين فولدر drug and drop وأهل المجرام إذن مرة ثانية مندلي له فوائد كثيرة جدا حاولنا بشكل كبير توضيح أهم الفيتشار والمميزات به دعونا الآن ننتقل إلى المحور السابع وقبل الانتقال إلى المحور السابع سنعمل مراجعة لجميع الخطوات التي ذكرناها الآن وتوضيح رموزه موقع الحساب وقائمة شريط المهام related و synchronization literature search my library groups filter publications ومعلومات عن الورقة البحثية في الأوسط العنوان والمؤلفين وتاريخ النشر والمجلة من نشرها ومتى أضفتها في مكتبتك الخاصة وقاعدة البيانات الخاصة بك والجزء الأيمن details والnote والcontinent إذا كانت تحتوي هذه الورقة بعد الضغط عليها مرة واحدة باللون الأزرق الفاتح ومعلومات الخاصة بها أيضا عند الضغط double click على الورقة ستظهر لك صفحة جديدة وأيقونة تستطيع تتغير قائمة البيانات أو شريط المهام وهذه الشريط المهام الخاصة بها كما نشاهد الآن الصفحة الجديدة وإمكانية فتح أكثر من ورقة علمية وثم my library تستطيع العودة إلى my library ويعطيك تفاصيل الورقة التي تبحث عنها الآن ننتقل إلى المحور السابع وهو طريقة إضافة مراجع إلى برنامج مندري كما تشاهدون الآن طريقة إضافة المراجع يمكن إضافة المراجع سواء كاقتباس citation أو على شكل بحث بصيغة pdf بطريقتين الطريقة الأولى إذا كان البحث محفوظ على نفس الجهاز الكمبيوتر يمكن استخدام أيقونة file أو أيقونة ad كما نشاهد على الجزء الأيسر ومنها توجد عدة خيارات إما إضافة file وسنشاهد ذلك إن شاء الله تعالى عمليا بعد قليل أو إمكانية استراد التلقائي للملفات أو عن طريق drag and drop كذلك يمكن إضافة البحث يدويا هذا إذا كانت المراجع موجودة في جهاز الحاسب العالي كما نشاهد باللون الأحمر إذا كانت محفوظة في جهاز الحاسب العالي إذا لم تكن محفوظة في الجهاز الحاسب العالي فيوجد لنا ثلاث طرق نفعة عن طريق الإنترنت أو قواعد البيانات الطريقة الأولى install web importer وفي هذه الطريقة سنشرح إن شاء الله تعالى خطوات العملية لها وكيفية إدراجها كما ذكرنا منذ قليل إمكانية ملف في تولز أو أيقونة تولز تinstall web importer ستضغط عليها ستجعلك تحمل هذه الأيقونة على جوجل سكولر النقطة الثانية عن طريق موقع الفهرس العالمي أو ما يعرف بـ WorldCat Organization النقطة الثالثة عن طريق اختيار الاقتباس سايت الموجود في محرك البحث جوجل سكولر بشكل سريع جدا سنطبق هذه الخطوات الآن إن شاء الله تعالى عملية الآن ننتقل إلى مندلي ديسكتوب وكيفية إضافة المراجع كما ذكرنا يمكن إضافة المراجع مرة بطريقتين إذا كان محفوظ على اللابتوب أو الجهاز الحاسب الذي تعمل عليه يمكن إضافته عن طريق أيقونة آد وإذا كان غير موجود نستخدم عن طريق الثلاث خيارات السابقة التي سنشرحها بواسطة الإنترون إذا كان الملف أرغب بإضافة الملف وركزوا معي الآن من محور السابع إضافة الملفات إلى مندلي المحور الثامن سيكون إدراج ملفات في وو طيب أريد أن أضيف ملف بشكل سريع جدا هو موجود الملف هذا في اللابتوب الخاص به فقط Add File سيذهب بمباشرة إلى مثلا ديسكتوب سطح المكتب أريد أن أضيف هذه المادة أنا حدفت Recently Added منذ قليل وحدفت أيضا جميع الملفات الموجودة في فولدر Test الذي أنشأناه سويا حتى نشاهد مجرد الإضافات الحديثة الآن طيب دعونا ننتقل الآن إلى فقط Open تلاحظ أنه أضاف الملف بحكم أنه موجود عندي سابقا ولكن ظهرت هذه الأيقونة باللون الأزرق الفاتح أريد أن أضيف ملف أو ورقة بحثية في ملف في فولدر محدد كما نشاهد الآن هنا ظهرت أمامي Test أريد أن أكرر العملية فقط Add ثم أذهب إلى سطح ديسكتوب وأريد مثلا هذه الورقة تلاحظون أنه أضافها ثم نذهب إلى Resently Add واتجد أنه أضافها كما ذكرت لكم منذ قليل حذفت المعلومات الموجودة في Resently Add حتى نشاهد سويا كيفية إضافة فولدر موجودة على سطح المكتب للمرة الثالثة أريد أن أضيف بحث مثلا باللغة العربية وهذه من أحد الميزات التي يمكن أن نستفيد منها في مندري مثلا هذا الكتاب فقط نفس الفكرة وأد تلاحظون أنه أضافه لهذا الملف أريد أن أضيف هذا الملف في تيست مباشرة أصبح مربوط مع ملف التيست أيضا إذا رغبت في إضافة ملف معين لورقة علمية محددة مثلا هذه الورقة هذه الورقة الحديثة التي أضفتها أريد أن أضيفها في هذا الملف إذن أضيفها في ملف الكيروسين مثلا إذن فقط ما علي إلا أن إذا كنت في نفس الفولدر المفتوح أو في recently added مثلا recently added ما علي إلا drag and drop وتلاحظون إشارة المساواة ظهر الخطين في الأعلى وفي الأسفل هنا سيكون على green leaves لكن هنا بالخطين الأعلى والأسفل على كيروسين articles سيتم إدراجه في ملف كيروسين articles ونتأكد من ذلك أنه موجود في كيروسين نعم تم إضافته في ملف الكيروسين إذن نستطيع أيضا وضع الورقة العلمية الواحدة في أكثر من فولدر بناء على المتطلبات طيب النقطة دعونا أنتقل إلى النقطة الرابعة يوجد لدي مرجع معين أريد أن أضيفه كمرجع ككتاب ولكن لا أستطيع أن أحمله في الجهاز فقط تستطيع إضافة المراجع يدوية مرة أخرى تذهب إلى add دعونا نذهب إلى all document مثلا وأريد أن أضيفه في all document أو أريد أن أضيفه في test شكل تجريبي فقط إضافة البحث يدوية وما هي الورقة التي تريد أن تكون كمرجع نضعها مثلا عن drugs هذا عنوان الورقة أو الكتاب المؤلف نفترض أنه أي شخص ريتشارد هول وآنا ستيك مثلا الجورنل اسم المجلة التي تم إصدارها تاريخ الإصدار أو العدد مثلا الثالث عدد الصفحات من 1 إلى تقريبا 15 الأبستراكت غير موجود لديك كل هذه البيانات هل هو كان كتاب أم جزء من كتاب أم ورقة بحثية أم معلومات عامة كل هذه الأشياء تستطيع إضافتها يدويا وكما نلاحظ أننا نتكلم الآن في folder test مجرد أو عبارة عن thesis أو أي مرجع ترغب أن تضيفه ولكن لاحظ أنه غير موجود الPDF الخاص به فقط تكون البيانات الخاصة بهذه الورقة والبابلشار الموقع إذا كان أي مدينة الكلمات الدلائلية الخاصة فيه ثم تكتب say تلاحظون الآن أنه أضاف المعلومات الخاصة به مثلا اليير نذكر 2019 مثلا لاحظوا مباشرة تم إضافته إذن بمجرد إضافة يدويا أو عن طريق add file أريد أن أضيف مثلا كتاب باللغة العربية يوجد لدي كتاب بالنسبة للأخوان الذين لديهم كتب أو مراجعهم تكون باللغة العربية لكن في إشكالية في ترتيب المراجع سيكون غير من اليمين إلى اليسار لا سيكون الترتيب المراجع من اليسار إلى اليمين هذه الإشكالية التي وجدتها بشكل عام سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى عند إدراج المراجع لكن نفترض الكيميا التحليلية كتاب باسم كيميا التحليلية المؤلف صالح مثلا صالح محمد مثلا السنة 2019 مثلا أو بالهجري الصفحات من 100 مثلا إلى 200 من 1 إلى 200 وهو عبارة عن كتاب abstract الكلمات الدلائلية المدينة نفترض مثلا أنها برياض لاحظ أخوتي الأكارم أن جميع البيانات موجودة عندي أستطيع أضيفها باللغة العربية الناشر الإديتور أسماءهم وهل مجر إذن الميزة الموجودة في مندري أيضا جزئيا لا أو صنفها أنها مكتملة ولكن تستطيع أيضا إدراج المراجع أو إذا كانت pdf كما نشاهدها في هذا الكتاب أو هذه الورقة العلمية أو تستطيع إضافتها يدويا سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية لاحظوا معي إخوتي الأكارم أن هذه البيانات الخاصة بهذه الورقة هذه البيانات الخاصة بهذه الورقة أضفتها كلها يدويا هذه عن طريق drag and drop وهذه عن طريق add file وهل مجر إذن الخطوات الأساسية إذا كانت الأوراق موجودة لدي على الجهاز الحاسب أو اللابتوب في ميزة موجودة في مندري أيضا وهي watch form يوجد لديك نفترض أنه يوجد لديك ملف أرغب بموجود مثلا مجهزة هذا الملف chemistry 66 أرغب وموجود على سطح المكتب لكن أستطيع أن أربط هذا الملف مع مندري ديسكتوب طيب نشاهد الطريقة إذن الخطوة الأولى شرحناها add files الخطوة الأخيرة إضافة يدويا الخطوة الثالثة watch folder الآن watch folder هذا ليس شرطا أن يكون موجود على مندري ديسكتوب ولكنه في سطح المكتب مجرد كيفية إضافة هذا الكتاب نذهب إلى كما تجدون في هذه الإيقونة الـ options الخيارات watch folder بعد أن ضغطت عليه فتحت معي هذه الإيقونة طيب عندي الآن ديسكتوب سطح المكتب تظهر جميع الأشياء التي ظاهرة فيه نلاحظ أن chemistry 66 غير مفعل بالضغط عليه ثم الضغط سيتم تصدير جميع الأوراق العلمية الموجودة في هذا الفولدر إلى مندري وعندما أريد أن أضيف عليه أي ورقة بحثية جديدة على chemistry 66 موجودة على سطح المكتب سيتم تصديرها مباشرة إلى مندري ديسكتوب مباشرة لاحظوا معي أضاف مباشرة جميع الأبحاث التي كانت موجودة لو فتحنا الآن chemistry 66 تجد أنها نفس الأشياء التي أضفناها أو أضافها البرنامج مندري ديسكتوب مباشرة لاحظوا الآن جميع هذه الأوراق العلمية ظهرت وكلها أضفتها في ملف تست متى بعد أن ربطت ملف مندري مع ديسكتوب عن طريق فولدر موجود في مندري وهو مندري 66 أو chemistry 66 إذن الآن يا شباب بشكل الخطوة الثالثة في إدراج المراجع إذا كانت موجودة طيب لاحظوا معي أخواني الأكارم ريزينتري آدد أيضا نذهب إلى التأكيد على أن تمت إضافتها أم لا ريزينتري آدد أضاف مجموعة من الأبحاث لم تكن موجودة باللغة العربية ومواضيع أخرى طيب أريد أن دعونا نصغر الشاشة قليلا ونفتح هذا الملف أو نضيف ورقة علمية لهذا الملف مجرد إضافة الورقة العلمية على كيميستري 66 لاحظوا تمت إضافتها مباشرة إلى الفولدر الورقة العلمية هذه أيضا أضيفها إلى 66 على طول أضافها في مندري ديسكتوب نفس الكلام إذن تستطيع أي شيء تضيفه على الفولدر الموجود على سطح المكتب يتم تصديره مباشرة إلى مندري ديسكتوب ويكون موجودا في الملف المرغوب له أيضا والذي توجد فيه عملية التضليل لو لاحظنا أنه سيكون موجود في أناليسيس أوف توكسيك كومبوننت وسيوجد في كايرل التي عليها التضليل مباشرة إذن هذه المرحلة الثالثة أد ووتش فولدر أد فولدر نفس القضية ولكن ليست مربوطة مباشرة لكن تضيف الفولدر دراج أن دروب مباشرة لا أرغب بإضافتها إذن هذه الخطوة الثالثة أد فولدر تضغط عليها ثم يحدد لك نوع الفولدر الذي تريد أن تضيفه مباشرة ولكن ستكون في هذه الحالة لمرة واحدة ستكون في هذه الحالة لمرة واحدة بينما في حالة الحالة السابقة ووتش فولدر أي إضافة لأي ملف سيتم إدراجها مباشرة في ملف مندري إذن هذه الخطوات الأربع أد فايلز أد فولدر ووتش فولدر الربط مع موضوع موجود في سطح المكتب وإضافة يدويا كما أسلفت لكم مندري تستطيع إدراج البيانات سواء باللغة العربية أو باللغة إنجليزية والصعوبة فقط إذا أردت تعديلات معينة في اسم الكتاب أو بحثه فميزة مندري أيضا أنه يمكن التعامل مع اللغة العربية فيه ولكن توجد إشكالية سأذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى أثناء إدراء المراجع إذن في إضافة المراجع لا توجد أي مشكلة ويكون العملية بشكل سهل جدا طيب الآن يا أخواني أكارم دعونا ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي إذا لم تكن الأوراق العلمية موجودة عندي وكانت في الإنترنت عن طريق ليست موجودة على سطح المكتب أو على اللابتوب الخاص به ما هي الخطوات الممتبعة؟ نذهب الآن إلى خطوة أو شريط قوام تول وتوجد فيه أيقونة اسمها Install Web Importer اضغط عليها يجب وركزوا معي يا أخوان كثير من الأخوان كانوا يسألون على هذه القضية يجب قبل أن تكون تضغط على هذه الأيقونة أن يكون حسابك أونلاين مفتوح يجب أن يكون حسابك أونلاين مفتوح ما الفائدة من ذلك؟ سنشاهد أنه بمجرد الضغط عليها سيفتح معك الصفحة الخاصة بك ثم يعطيك مجموعة محركات بحث أنا تعامل مع كروم مجرد أن الأيقونة واضحة على موقع كروم أضغط على Install Chrome Browser ضغط على هذه الأيقونة سينقلني مباشرة إلى سوق كروم إلكتروني بحكم أني أنا أضفت الأيقونة مباشرة سابقا يطلب مني الآن إزالة لا أريد إزالتها فقط تعمل إضافة بدلا من كلمة إزالة ستكون موجود عندك إضافة ثم مباشرة ستتنصب على هذا المكان وهي هذه الأيقونة كما تشاهدون الآن إذن مرة أخرى الخطوات هي اذهب إلى Tools ثم Install Web Importer الهدف من هذه العملية أخوان إضافة مراجع لا توجد على سطح المكتب أو على اللابتوب الخاص به بمجرد الضغط عليها لا بد أن يكون حسابك مفتوحا ثم يعطيك مجموعة خيارات باختر كروم اضغط على هذه الأيقونة سيظهر لك بالرسوق كروم إلكتروني فقط أطلب منه إضافة وستكون في هذا المكان طيب نفترض أننا لسنا نفترض ولكن نصبت هذه الأيقونة وتلاحظون Importer to Mindley طيب كيف نستفيد من هذه الأيقونة اذهب إلى Google Scholar اضغط على هذه الأيقونة حتى أريد تصدير الملفات أو الأوراق البحثية إلى Mindley طيب اكتب أي موضوع ترغب فيه مثلا Determination of volatile organic compound بحكم تخصصنا في الكيميا أوراق بحثية معينة تظهر معك كثيرة جدا طيب تبحث فيها كذلك وتوجد بعض الملفات PDF وبعضها بدون PDF على شكل طيب ما المطلوب منك اضغط على Mindley ستفتح معك هذه الأيقونة أعيد وكرر يا أخوان لا تستطيع أن تفتح هذه الأيقونة إذا كان حسابك Mindley Online مغنى طيب أعجبتني هذه الورقة وعجبتني مثلا هذه الورقة وعجبتني هذه الورقة وتلاحظون بعضها تحتوي على PDF مرفق معها وبعضها غير مرفق معها الPDF كل هذه الأيقونة أربعة أعجبتني فقط أضغط على Save وسيصدرها مباشرة إلى Mindley Desktop كيف نعرف ذلك عن طريق Resently Added ولو نلاحظ معامل Synchronization لاحظوا الآن نحن الآن نتكلم على الساعة تقريبا 11 دقيقة ظهرا هذه جميع الملفات التي أدرجتها منذ قليل وبعضها يكون معها الPDF تستطيع توريده وبعضها لا تستطيع حسب نوع الورقة العلمية ولكن الآن عمل لها تصدير على Mindley Desktop والآن يقوم بتصديرها كامل إذن هذه الخطوة الأولى التي يمكن بها إدراج الأوراق العلمية هذه الورقة الآن يطلب منك Details are correct أم لا هل هذه المعلومات صحيحة إذا كانت صحيحة تضغط تضغط على يقونة إذا كنت تريد أن تتأكد تعمل إضافات المرغوبة منها أو تبحث عن الورقة بإسمها وتعيد إدراجها النقطة الأهم أنه تم توريد هذه الأوراق العلمية إلى Mindre وتستطيع إضافتها كPDF إن شاء الله تعالى عن طريق محركات الأبحاث أو قواعد البيانات Science Direct أو سيبرينجر أو المكتبة الرقمية السعودية تساعدك في تحديدها وتوضيحها إذن هذه عبارة عن الخطوة الأولى إذا كانت نفترض أنها صحيحة هذه البيانات عن طريق جوجل أو عن طريق importer تو مندلي ثم يحدد لك الأوراق العلمية طيب هذه إذن الآن الخطوة الأولى الخطوة الثانية وهي عن طريق موقع الفهرس العالمي wordcat.organization طيب دعونا ننتقل الآن إلى هذا الموقع ومثلا نريد أن نبحث عن fire safety fire safety مجرد الضغط على search search everything ستظهر لك مجموعة من الكتب مثلا أو الأوراق العلمية كما نشاهد الآن مثلا نريد هذه الورقة العلمية نضغط عليها وبمجرد الضغط عليها نلاحظ ظهرت هذه الأيقونة site and export site slash export مجرد الضغط عليها ستظهر لك مجموعة من الخيارات إذا كنت تتذكرون بداية المحاضرة عند ميزات مندلي وقلنا أنه متوافق مع أي برنامج تعمل على endnote يستطيع العمل على مندلي فمجرد export to endnote نضغط على هذه الأيقونة سيتم تحميلها وبالذهب إلى download أو الذهاب إلى موقع مندلي والطريقة التي تعودنا عليها منذ قليل add file فمجرد add file يذهب إلى download ويقوم بتسجيل أو تصدير هذه الورقة العلمية لاحظوا 34 توقيت الذي نسجل فيه الآن وهذه ملاحظات كاملة عن الورقة أيضا أريد أن أضيف ورقة بحثية أخرى ليست هذه الورقة فقط نفس الخطوات السابقة نفس الخطوات السابقة مثلا أريد أريد هذه الورقة وهذا الكتاب fire safety engineering a basic guide for fire authority كذا طيب اضغط عليه نفس القضية ثم site export and note export to and note reference reference manager طيب نفس الخطوة اذهب إلى mendلي desktop ثم add file ستكون في download وتكون الورقة أو الفهرسة أو المرجع as a reference ويتم إدخاله إذن نلاحظ أيضا هذا الورقة العلمية الثانية إذن هذه الورقة الأولى التي أدخلناها منذ قليل وهذه الورقة التي كانت قبلها بلاحظات الأولى في عام 2004 ونوعها عبارة عن conference أما الورقة التي أدخلناها في الأخير عبارة عن كتاب إذن هذه الخطوة الثانية عند تعامل مع إذا لم تكن الأبحاث أو reference المطلوب غير موجود في منذ الخطوة الثالثة في ذلك إذا كان البحث أيضا غير موجود في منذ ما الخطوة المتبعة فقط اذهب إلى google scholar وأكتب الموضوع الذي تريد مثلا determination of water by sbme طريقة مستخدمة في مجال الكيميا التحليلية طيب أبحث عن الأوراق المناسبة لي مثلا لا توجد ورقة مناسبة لي في هذا الجزء الأول أذهب إلى الجزء الثاني والجزء الثالث وهلما جرفت طيب الورقة هذه الآن تعتبر مناسبة لي أستطيع أعمل حركتها إما عن طريق إذا كانت بدي اف إما بتحميلها مباشرة والضغط على الورقة ثم حفظها وإدخالها عن طريق add file بالصورة التالية نلاحظ أن الورقة هذه الآن أصبحت أمكانها تحميلها فقط المطلوب منك safe as ثم تحفظ الورقة على نفترض سطح المكتب على desktop و safe طيب حفظتها في سطح المكتب نفس الخطوة add file وتبحث عن desktop ستكون موجودة هذه الورقة تم إدخالها إلى مندلي تحتاج إلى بعض التصنيفات هذه الورقة 34 الورقة عبارة عن article journal أو كذا تحتاج أنك تصنف أو تحددها بالخطوات المطلوبة إذا كانت صحيحة تضع تأكيد على هذه الورقة أن المعلومات الموجودة فيها صحيحة أم لا هذا الطريقة الأولى الطريقة الثانية في استخدام سكولر جوجل سكولر هي مجرد الذهاب إلى جوجل سكولر وإذا كانت كما ذكرنا منذ قليل PDF تستطيع تحميلها على سطح المكتب ثم add files أو إذا لم تكن محملة فقط استخدام هذه الأيقونة سايت طيب بالضغط على هذه الأيقونة سايت تفتح معك الصفحة التالية وهي نماذج لطريقة السايت اختر referman هذا النوع من السايت سيتم تحميل الأيقونة لديك بمجرد تحميلها تذهب إلى مندلي ديسكتوب ثم add file ستكون في التحميلات هذه الورقة البحثية أو المرجع reference ثم يتم إدراجها 35 دقيقة الوقت الحالي كذلك تستطيع كما أسلفنا إدراجها في الملف الذي نرغب أن يكون تم تضمينها فيه في ملف مثلا test طيب الخطوة الثانية أو نأخذ مثال آخر مثال آخر نفس الخطوة ونستطيع البحث عنها عن طريق كما ذكرنا مكتبة السعودية الرقمية أو عن طريق قواعد البيانات العالمية نفس الحركة site ثم تفتح لك الطريقة إما ب end note وأحيانا ب referman متوافق مع مندلي أيضا نفس العملية اذهب إلى add file وفي التحميلات ستجد أن هذه الورقة يتم تصديرها مباشرة إذن لاحظ الورقة كانت مصدرة سابقا نأخذ ورقة ثالثة أو مثال ثالث على هذا النوع من الأبحاث مثلا هذه الورقة نفس القضية site ثم referman ونذهب إلى مندلي ديسكتوب ثم add file في التحميلات ستجد هذه الورقة إذا كانت لم نحملها سابقا نعم 35 دقيقة 25 و 35 و 31 دقيقة جميع هذه الأوراق حملت حديثا إذن هذه الآن ونعمل synchronization للتأكيد على هذه العمل إذن توجد لدينا ثلاث خطوات بكل سريع نلخص الخطوات المستخدمة على الإنترنت إذا كانت نرغب في تحميل أداة install web importer في google scholar وخطواتها مشروحة بالتفصيل في هذه النقاط الأهم نقطة ستظهر لك الأيقونة باللون الأحمر كما تشاهدون الآن بهذا المكان تعتبر الأداة التي نبحث عنها الخطوة الثانية أو الطريقة الثانية عن طريق الفهرس العالمي والخطوات أيضا تم سردها بشكل سريع جدا عن طريق استفادة من export slash export to end note الطريقة الثالثة عن طريق أيقونة site وكما طبقنا منذ قليل الآن ننتقل إلى المحور أو قبل الانتقال عملية استيراد باستخدام watch folder الموجودة في برنامج من دريب وهذا الخطوات التي تم أيضا شرحها بشكل سريع جدا بعد ذلك ننتقل إلى المحور الثامن إذن كما ذكرت لكم المحور السابع طريقة إضافة مراجع إلى مندلي الآن نبدأ بالاستفادة من برنامج مندلي في أثناء كتابة البحث العلمي وهي طريقة إدراج المراجع من مندلي إلى ملف الور قبل إدراج أو إدراج المراجع إلى مندلي يتطلب علينا خطوة مهمة جدا وهي تنصيب الأداة كما ذكرنا Install Microsoft Word Plugin هذه الخطوة ضرورية جدا لإدراج وركزوا على كلمة إدراج المراجع من مندلي إلى الور وعندي هنا الآن أنا بالجهاز بحكم محملها سابقا لكن ما هي الخطوات الأساسية أولا كما ذكرنا في قضية كانت تذكرون Install Web Importer قلنا لا بد يكون حسابك على الأونلاي مفتوح هنا يا أخوان كثير من الأخوان الذين يسألون يجب عليك إغلاق ملف الورد إذا ردت تفعيل هذه الأيقونة و Install Microsoft Word Plugin أولا يجب أن يكون ملف الورد مغلق لأن كثير من الأخوان يكون فاتح ملف الورد وفاتح المندلي ثم يحاول يفعلها فلا تتفاعل معه إذن الخطوة الأساسية يجب إغلاق سهلة جدا يحمل لك الأدات وتصبح مفاعلة كيف أعرف أن هذه الأدات أصبحت مفاعلة لدي في ملف الورد أذهب إلى ملف الورد و أنتق المباشرة كما أخوتي الأكارم ملف الورد يتكون من Home Insert و عدة خيارات موجودة فيه أذهب إلى Reference ستجدون أخوان الآن الأيقونة هذه موجودة عندك خاصة بمندري وهي التي عليها الكلام الذي نبحث عنه هذه الأيقونة مكونة من Insert Citation عنده Refresh تحديث البيانات وإضافة المرجع وطريقة الذهاب إلى مندري إذا كنت ترغب الذهاب إلى مندري واختيار أسلوب الكتابة إذا كنت تذكرون أني ذكرت لكم حدود 7000 أسلوب كتابة موجود في كتابة المراجع العلمية فيتم من هذه الأيقونة اختيار Citation و هل موجود إذا لا بد يظهر عنده في Reference مندري وتكون بهذه الأيقونة طيب الآن حين فعلنا العملية وتمت العملية موجودة عندي كما تشاهدون الآن هذا الورقة العلمية باللغة إنجليزية وسنأتي بعد قليل لاستفادة منها في كتابة الأبحاث العربية باللغة العربية وضعت للتسهيل علي المؤشر بألوان محددة حتى نضع فيه المراجع المرغوبة طيب ما هي الخطوات المطلوبة إذا كنت أرغب بإدراج المراجع فقط احضر المؤشر ثم اضغط المؤشر اجعل المؤشر على المكان الذي ترغب إضافة المرجع إليه بعد ذلك اذهب إلى Insert Citation بضغطها تظهر لك هذه الأيقونة الأيقونة في عدد خيارات الخيار الأول ممكن تكتب باسم المؤلف مثلا Stik Anna Stik أو Richard Hull تبحث عن أي ورقة علمية قامت ألفتها Anna Stik وتعطيك Citation الذي ترغب فيه هذه الخطوة الأولى إذا كنت لا تتذكر اسم الكاتب الورقة أو المؤلف اذهب إلى GoToMindley في الحالة السابقة تكتب اسم الباحث ثم تختار الباحث المرغوب ثم تضغط لكن لو لم تكن تتذكر الكاتب اذهب إلى GoToMindley ثم إلى الفولدر المطلوب مثلا Test الذي كنا نعمل فيه وقمت بتعديله وأرغب بهذه الورقة أو هذه الورقة أو هذه الورقة مجرد أن أضع عليها المؤشر ستتحول إلى اللون الأزرق الفاتح بعد ذلك أذهب إلى Sight بمجرد ضغط هذه Send Citation To Plug In الموجود في وورد أعادني مرة أخرى إلى الورد وتلاحظون أخوان أصبح المؤشر كانت تشاهدون الآن أصبح باللون الفض الغامق الرصاص الغامق وهذه تختلف في اللون لاحظوا أيضا إذن أصبح المرجع رقم واحد طيب أجي مرة ثانية أريد أن أضيف مرجع هنا نفس الخطوة إما ب Go to Mindley أو Insert Citation ثم مثلا أريد أن أستخدم الأيقونة Stick أنا Stick المؤلفة أريد أن هذه الورقة العلمية في 2010 مثلا لا لست أريد هذه الورقة فرضا أريد هذه الورقة العلمية فقط أوكي وتم إدراج هذه الورقة أنتقل المرة الثانية إلى هذا الموقع وأضيف ورقة بحثية Insert Citation Go to Mindley ثم اختار مثلا هذه الورقة و Sight لا بد من الضغط على هذه المؤشر يعطيها النقطة الثانية أريد أن أضيف في هذا الموقع أيضا دعونا نحط المؤشر بالألوان حتى لهدف في أرغب توضيحه بعد قليل إن شاء الله لاحظوا أخوتي الأكارم باللون مثلا الأصفر وهنا باللون الأزرع طيب أريد أن أضيف مرجع آخر هنا نفس القضية نفس القضية أضع المؤشر ثم أذهب إلى Reference ثم Insert Citation و Go to Mindley مثلا وأختار هذا البحث ثم Site أريد بحث آخر في نفس الموقع تلاحظون المؤشر لا يزال في مكانه أضيف Insert مثلا ثم Go to Mindley وأضيف المرجع التالي Site أصبحت العملية مكرر طيب تلاحظون يا أخوتي الأكارم أنه يوجد عندي ثلاث مراجع الآن ثلاث مراجع في مكان واحد رقم ثلاثة وأربعة و خمسة النقطة التي أرغب بتوضيحها لأخوتي الأكارم ميزة مندلي أن المرجع الآن بالترتيب الأبجدي هو الذي كانت تذكرون بداية المحاضرة عندما ذكرت لكم يمكن أن تضع يدوياً مرجع رقم ثم تعيد تكرار المرجع برقم 13 ويكون عندك مكرر المرجع مرتين ميزة مندلي أنه يقوم بالترتيب والتوصيف المراجع مباشرة عند تعديلك للمراجع مثلا هذا مرجع رقم واحد الآن أردت أن أضيف مرجع آخر أضع المؤشر قبل واحد ثم أذهب إلى insert لاحظوا رقم واحد الآن موجود رقم واحد أضيف مرجع قبله go to مندلي مثلا وأدخل هذا المرجع مثلا أدخل هذا المرجع ثم سايت لاحظوا الآن أصبح الرقم هو واحد لو عدنا مرة ثانية بالمؤشر إلى الخلف كان واحد البحث السابق لكن بعد أن أضفت المرجع التالي أصبحت المراجع الموجودة عندي الآن أصبحت رقم 2 و 3 و تم ترتيبها مباشرة كانت في السابق الترتيب 1 وهنا رقم 2 وهنا 3 4 5 بعد أن أدرجت المرجع أصبح رقم 2 السابق أصبح 3 4 1 5 إذن هذه ميزة أيضا موجودة في مندلي قضية إمكانية الترتيب التلقائي للأوراق البحثية كما ترغب طيب أريد أن أضيف بحث هنا مثلا أريد أن أضيف بحث هنا نفس الخطوة insert citation ثم go to مندلي واختر البحث الذي ترغب فيه ثم يعمل لك أربعة تغيرة الأرقام وتغير الترتيب عملية تغيير اللون كما ذكرنا حتى تكون العملية واضحة للأخوان النقطة الميزة الثانية الموجودة في مندلي وهي دمج المراجع نلاحظ ثلاثة واثنين وخمسة غير مرتبة بحركة معينة أرجو من أخوتي أكارم التركيز عليها لأن حقيقة أخذت مني أسبوع كامل حتى أستطيع أحل هذه المشكلة عندي رقم ثلاثة واثنين وواحد كيف أدمجهم في قوس واحد كيف يمكن دمجهم في قوس واحد فقط المطلوب منك تأخذ المؤشر وتضعه من اليسار إلى من تعمل عملية التضليل بمجرد عملية التضليل لو عدنا سابقا نلغي التضليل تجدون هنا insert citation بمجرد التضليل المؤشر تغير إلى merge citation merge citation اضغط عليه لاحظوا أخوتي الأكارم جمع المراجع مع بعضها البعض واحد وثلاثة وخمسة إذن هذه الميزة الموجودة في مندلي أيضا طيب نريد أن نضيف مرة أخرى هنا مراجع متسلسلة واحد واثنين وثلاثة insert citation مثلا ونذهب إلى حتى لو تكرر المرجع في أكثر من موقع سيقوم مندلي بترتيبة ووضع طيب insert cite مكرر نفس المرجع نذهب إلى insert ثم go to مندلي أريد مثلا بحث في موقع آخر هذا البحث مثلا cite أصبح رقمه الآن هنا ثلاثة ثم تغير الترتيب تلقائيا للتأكد أضع refresh وهنا أخوتي الأكارم نفس القضية لما أضل الواحد واثنين وثلاثة ثم أذهب إلى مير citation لاحظوا أصبحت واحد إلى ثلاثة إذا كانت متسلسلة يستطيع أن يضعها برقم تسلسلي إذا كانت متفاوتة يضعها فقط بين قوسين ويوجد بينهم فواصل طيب أنا الآن أريد أن أدرج المراجع أدرج أسماء المراجع إذن أكتب reference مثلا ثم مجرد ضغط enter للreference أذهب إلى هذه الأيقونة وأضغط insert الأسماء الكتاب الذين كتبوا معي مجرد الضغط على هذه الأيقونة رتب للأسماء ترتيب مباشر لو أخذت مثلا هذا المرجع رقم خمسة ووضعته في البداية رقم خمسة وحاولت أني أحطه في البداية مثلا صار الموقع رقم خمسة هنا بعمل refresh أصبح رقم واحد انتقل من رقم واحد إلى رقم ثلاثة و بنفس الخطوة السابقة لو وضعت مير سيعمل ترظيم لها واحد إلى أربعة ويعيد الترتيب والتصميم هذه النقطة المهمة في عملية كيفية إضافة المراجع النقطة الثانية إذا رغبنا في إدراج مراجع باللغة كتابة بحث باللغة العربية ونرغب بإدراج مراجع باللغة العربية واللغة الإنجليزية ما هي الخطوات المتابعة الواقع نفس الذي قمنا به أثناء إجراءنا للبحث باللغة الإنجليزية فقط اضغط المؤشر ثم اذهب إلى insert citation بضغط insert citation اختر البحث المطلوب وأهل مجر الإشكالية في كتابة الأبحاث العربية إذا كان القضية الترتيب ستلاحظون من اليسار إلى اليمين واحد واثنين من اليسار اليمين ليس من بالتسلسل الكتابة العربية واحد من اليمين إلى اليسار نفس القضية أربعة وخمسة ثلاثة لا يوجد فيه أي إشكالية طيب ما الخطوة نفس الكلام هنا واحد وستة وسبعة معكوسة لحل هذه الإشكالية يوجد ميزة في وورد وهي إنشاء شريط قوائم جديد خاص بك أنت وتضع فيه ما يناسب لحل هذه الإشكالية اذهب إلى فايل ثم اوبشنز في وورد ثم اختر كستومايز روبين هذا بالضغط عليه اضغط هنا على جميع الأوامر اول كومان ضغط على جميع الأوامر أنشئ هنا في هذا الجانب أنشئ تاب جديد نيو تاب مثلا نرغب تاب موجود في هذا الموقع إذن ما عليك إلا نيو تاب ظهر نيو تاب هنا يا أخوتي الأكارم تلاحظون هذا نيو تاب رينيم أعيد تسميته مثلا فلنسميه الاتجاه العربي اتجاه أو اتجاه المؤشر العربي اتجاه اتجاه المؤشر العرب أو Arabic إذا كان يرغب بالإنجليزي Arabic Arabic أنشأت هذا التاب الجديد الآن أصبح اسمه الآن اتجاه المؤشر العربي أو كذا سميه ما شئت النقطة الثانية نيو جروب نيو جروب أنشئ نيو جروب موجود فيه كم عدد الجروبات التي ترغب فيه فرضا أنا أريد هذا الجروب فقط ما علي إلا إعادة تسميته باسم مثلا مندلي سواء بالعربي أو بالإنجليزي مندلي سميته بهذا الاسم الآن طيب ما الميزة في هذا العمل الويزة يا أخوان بحثت عنها كثيرا جدا 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 وفي الأخير لله الحمد استطعت الحصول على حلها عبارة عن right to lift right to lift run و left to right run تحتاج وقت للبحث عنها حقيقة لأنني الآن أبحث عن جميع الأوامر مثلا في حرف L بدأت بحرف L هذه الأيقونا ستكون بالأسفل تقريبا نعم هذه هذه الأيقونا اضغط عليها add إلى أين إلى ميندلي الموجود فيوين اتجاه المؤشر العربي أو Arabic دايريكشن فقط add أضفتها left to right run أبحث عن حرف right to left نفس الخطوات الماضية حتى تكتم العملية right to left run نفس الكارية اتجاه المؤشر سيكون بالعربي أو اتجاه المؤشر سيكون باللغة الإنجليزية هذا المؤشر وجدناه هنا إذن right to left و run to left لو تلاحظون أخوتي الأكارم بعد أن ضغط هذا المؤشر ظهر عندي هذا المؤشر الموجود الآن اتجاه المؤشر العربي بالضغط عليه أخوان ظهر عندي right to left أعتقد أنه لم يعفع الخطوة السابقة مرة أخرى file ثم و مندلي ثم right to left all 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 command بالذهاب إلى right to left run هذه هذه الأيقونة add ثم ok نذهب إلى المؤشر العربي هذا المؤشر الذي حدثته منذ قليل أو وضعته عن طريق القوائم فهذا المؤشر أخوتي الأكارم ما هي الميزة التي ظهرت منه إذن هذه reference كما كانت layout home ثم هذا الذي أنا أدرجته مباشرة طيب أضع المؤشر عليه واحد واثنين تلاحظون أنه بالاتجاه العكسي فقط أكتب right to left لاحظوا ما يتحول من واحد واثنين بالعكس إلى الجهة الثانية أريد أن أعيد مرة أخرى نفس الفكرة تراجع أريد أن أعيد المؤشر إلى الترتيب السابق فقط left to right إذن right to left أو left to right هذه أيضا معكوسة باللغة العربية أربعة الواجب تكون أربعة ثم خمسة إذن right to left أدرجة هذه مباشرة هنا right to left أحببت أن أن أنوه أخوتي الأكارم أنها لا تنفع مع ميرج citation لا تنفع هذه فقط تعطيك تسلسل المباشرة إذن هذه نقطة مهمة جدا إخوان وسببت حلة الإشكالية الموجودة في مندري النقطة الثانية أضفت المراجع سواء باللغة العربية أو الإنجليزية تلاحظون أخوتي موجود المراجع باللغة العربية والإنجليزية مثلا مرجع رقم أربعة وخمسة موجود باللغة العربية والباقيات باللغة الإنجليزية مندري يقبل جميع الحالات طيب نلاحظ أنه معكوس الاتجاه عملية سهلة جدا اذهب إلى ضلل أربعة وخمسة المراجع التي باللغة العربية ثم اذهب إلى هوم وغير الاتجاه تلاحظ أن المراجع هذا ليس معنا تلاحظ أن المراجع أصبحت بالتسلسل بالإنجليزية على اليسار واحد اثنين ثلاثة ثم بالعربي أربعة وخمسة واستمرت العملية باللغة الإنجليزية إذن هذه الآن إذا كانت لديك مراجع باللغة العربية أو مراجع باللغة الإنجليزية وإذا كنت تكتب البحث حقك المتن البحث باللغة العربية تستطيع الاستفادة من مندري وتسلسل الأرقام أيضا لو كان لديك بحث كامل باللغة العربية بحث كامل باللغة العربية نفس الخطوات التي ذكرناها لكن توجد إشكالية سنحلها إن شاء الله تعالى الآن لاحظوا نفس الفكرة رأيت واحد اثنين معكوسة مثلا هذه ورقة ثانية بمجرد لدينا ثلاث نماذج إذا كان بالبحث باللغة الإنجليزية وحلينا إشكالية وشرحناها إذا كان باللغة يوجد مراجع باللغة العربية والإنجليزية وتستسل الأرقام خاطئ يعني من العكس كيف يتم حلها حليناها أظهر الحالة الثالثة لو كان البحث الذي لديك جميع باللغة العربية وأردت إدراج المراجع ستظهر معي إشكالية الآن وإن شاء الله تعالى نحلها طيب الاتجاه واحد واثنين معكوس فقط ما علي إلا أذهب إلى المؤشر الجديد الذي أنا أضفته منذ قريب ثم right to left run عدل الموضوع نفس الفكرة ثلاثة وأربعة right to left وعدل الموضوع الآن ننتقل إلى إدراج المراجع بالذهاب إلى references ثم الاختيار المرجع المطلوب ما عليك إلا فقط insert bibliography وستتم إدراج المراجع كما نشاهد الآن نلاحظ إدراج المراجع بهذا الشكل الآن كما ذكرنا منذ قليل فقط اذهب إلى home وغير اتجاه المؤشر أصبحت مغيرة بالشكل التالي النقطة المهمة يا أخوتي الأكارم إذا كانت جميع أبحاثه باللغة العربية تلاحظون ظهرت لدي إشكالية صغيرة هنا وهي أنه مع هذه الكلمات باستخدام منذري ظهرت بعض المصطلحات الإنجليزية الحروف الإنجليزية أو الكلمات الإنجليزية كيف يتم حل هذه المشكلة؟ أعيد وكرر الإخوان نحن في المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأولى إذا كان بحث باللغة الإنجليزية لا يوجد إشكال المرحلة الثانية لو كان بالعربي وتوجد مراجع عربية ومراجع إنجليزية وكيف تم الترتيب المرحلة الثالثة إذا كنت أكتب بحث كامل باللغة العربية طيب بحثي بالكامل مجال الشريعة أو مجال اللغة العربية أو أي مجال كان غلبنا على هذه المشكلة لكن كيف يتم حل هذه المشكلة فقط العملية سهلة جدا اذهب إلى references ثم بعد ذهب إلى references اذهب إلى style واختر more style ستظهر لك هذه اللقونة citation and bibliography language اختر اللغة العربية واختر بعدها done لاحظوا أختي الأكارم تحولت إلى اللغة الأسماء بلغة العربية لو عملنا لها تراجع لو عملنا تراجع عملنا السابق لاحظوا ظهور and وظهور ed و and هنا بعملية الإضافة bibliography تمت تحويلها إلى اللغة العربية وكما ذكرنا منذ قليل إذا أردنا تحويل الكتابة بتغيير الاتجاه ما عليك فقط إلا الذهاب إلى home ثم وضع الاتجاه يكون بالتالي هذا المرجع باللغة العربية كاملا ويتم تصنيفه وترتيبه بهذا الشكل دعونا الآن ننتقل إلى شرح هذه الخطوات بشكل عام أو شكل مختصر عن طريق الباوربونت ولكن قبل الانتقال إلى الباوربونت يوجد جزئية يجب التعليق عليها وهي أحياناً إذا كنت في أثناء كتابة البحث العلمي ولا ترغب أن بحثك يكون معروض على قاعدة بيانات مندلي فقط ما عليك إلا الذهاب في الجزء الأيمن يوجد جزئية في الأسفل مكتوب sitting unpublished walk تستطيع أن تضع إذا كان البحث بإسمك لكن إذا البحث ليس بإسمك لا تستطيع أن تستفيد من هذه العقونة ولكن إذا كان بإسمك والمعلومات الموجودة فقط أنت صاحب أول من يكتبها ويقوم بكتابتها فقط ضع click على unpublished walk سيكون بحثك فقط مخزن على قاعدة بياناتك أنت فقط ولا يمكن أن أطلع عليها من أي شخص كان مثلا بشرط كما ذكرت لكم أن يكون البحث خاص لك أنت وليس أبحاث ناس آخرين الناس آخرين أبحاثهم موجودة فقط تضغط على unpublished walk إذا كان البحث متعلقا ببحثك ودراساتك فقط اضغط على هذه العقونة ومنها ننتقل الآن إلى البوربوينت إذن المحور الثامن طريقة إدراج المراجع على ملف مندري على النحو التالي أولا طريقة تحميل أداة install microsoft word plugin كما ذكرت لكم يجب قبل إدراج المراجع في ملف الورد تحميل أداة هذه ولتحميلها ليجب أن يكون في البداية ملف الورد مغلقا ثم الضغط عليها في مندري وتفعيلها كما ذكرنا هذه الخطوة ثم بعد تفعيلها افتح الورد واذهب إلى reference ستجد أن ستجد هذه العقونة في reference ستجد هذه العقونة تكونت لديك النقطة الثانية أردت إدراج المراجع في متن الكتابة في الورد فقط افتح الملف ضع المؤشر كما ذكرنا منذ قليل ثم بعد وضعك المؤشر اضغط على insert citation بعد ضغطك ستفتح معك هذا العقونة بخطوتين اذهب بعدها إلى مثلا go mendري واختر البحث المرغوب باختيار البحث المرغوب اضغط على site فيتم توريدها مباشرة إلى الورقة العينية اذا اردت ايضا دمج اكثر من مرجع كما نشاهد منذ قليل فقط اضغط ضلل المراجع من رقم 4 و 15 و 16 ضللهم ثم ستتحول الايقونة من insert citation إلى merge citation ثم يتم في الاخير دمج اكثر من مرجع الخطوة الثالثة ادراج معلومات الورقة البحثية في الورد كرفرانس فقط اضغط على هذه الايقونة بمجرد الضغط على هذه الايقونة اولا ضع المؤشر في الموقع الذي تريد اضافة المراجع فيه ثم اضغط على هذه الايقونة ستنزل مباشرة لديك المراجع الان ننتقل الى المحور التاسع والاخير واتمنى ان شاء الله تعالى ان تكون مفيدة لنا جميعا طريقة اختيار نوع واسلوب كتابة المراجع citation style ونختم به هذه المحاولة اذا الان في محورنا التاسع وهو طريقة ادراج citation style فقط اذهب الى ملف الورد من ملف الورد ويقونة مندلي اختر citation style المطلوب مثلا انا الان وضعت citation style الموجود عندي الان عبارة عن IEEE فهذا citation style بضغطة زر كما ذكرت لكم في بداية المحاضرة تستطيع تغيير citation style الى مثلا American political science لاحظوا معي اخوتي الكارم تغير كان من شكل رقمي الى اسمي و بتاريخ الورقة العلمية كذلك تغير reference طريقة ترتيبها و تصنيف reference لو عدت مرة اخرى الى IEEE لاحظوا عادني مرة اخرى الى الارقام اريد ان اغير style مثلا الى style موجود عندي analytical science لاحظوا تغيرت الارقام اصبحت كالاسس بالاعلى و صغيرة وتغير الترتيب ايضا اذا يوجد عندي اكثر من style استطيع ان اتعامل معه فقط مجرد ضغطة زر يعيد لي العمل و كما تذكرون اخواني او من تعود على كتابة الورقة العلمية يدويا يتذكر او يعرف المعاناة التي يقضيها تحتاج منك تقريبا اسبوع كامل فقط ضغطة زر تعيد الامور على citation style المطلوب هذه النقطة الاولى طيب ممكن واحد يسأل لي يقول ما هي الموجودة الان citation style التي تبحث عنه الجامعة مثلا يدرس في جامعة بخارج المملكة او جامعة بداخل المملكة و طلبت citation style محدد او القسم او يريد ان يراسل مجلة لنشر ورقة علمية معينة و لم يجد citation style المناسب لها في مندري العملية السهلة جدا زي ما ذكرنا اذهب الى style و اضغط على ايقونة more style بالضغط على ايقونة more style تظهر هذه الايقونة معك اذا ظهرت هذه الايقونة اضغط على about و ادخل على هذا الموقع هذا الموقع citation style language editor اضغط عليه يحولك مباشرة الى الانترنت على هذا الموقع citation style language editor هذا الموقع find and edit انا اتعامل دائما search by name و اكتب اسم المجلة التي ارغب ان نشر فيها مثلا في مجال analytical chemistry او مجال science او اي مجال ان كان فقط اكتب اسم المجلة التي ترغب فيها وسيعطيك الامثلة عليها اريد ان اكتب في موضوع متعلق بالدرق مثلا او بالحرائق لاحظوا معي يا اخوتي الكرام مجرد تغيير الاسم تظهر لك style المجلة المطلوب ايضا يوجد فيها style المشهورة جدا في اي تربل اي وهذا المجرد مكتوب عند تلاحظون شائع و لا استخدام استخدام كثير جدا طيب انا الان مطلوب مني الجامعة التي اريد مثلا انشر فيها الورقة العلمية مطلوب هذا style مجرد اضغط على install اذا كان الملف يستطيع ان يقبلها نعم select style و اضغط مباشرة done يعيدك مرة ثانية الى الورد ولاحظوا يا اخوان style الذي تم اضافة chicago manual كذا طيب اريد ان ابحث عن style اخر مثلا جامعة اخرى او اسلوب اخر نفس الخطوة about بعدين csl يفتح لك الصفحة و اذهب الى search by name واختر citation style المطلوب اما كتابة اسمه مثلا fire drug science chemistry mystery اي تخصص ان كان وابحث عن سيظهر لك اسم المجلة او style المطلوب فقط ما عليك الا الضغط على مثلا هذه المجلة اعتقد انها موجودة عندي نفترض جدلا هذه السلوب style لاحظوا الان select style و يعطيك اشارة انه تم قبوله done ولاحظ تم استخدام السلوب او كما ذكرت لكم حسب المجلة التي ترغب بالنشر فيها اذا كنت تقول more style ايضا يعيدك مرة اخرى على مندلي ويعرضت جميع ال style التي نشرتها مثلا مجلة مجلة fire safety journal use this style done fire safety journal وتغير الماء عموما هذا بشكل سريع جدا امكانية تعديل citation style وكما ذكرنا يوجد اكثر من سبعة الات الان بعد هذه النقطة ننتقل الى النقطة الاخرى وهي مراجعة كما تعودنا سريعة جدا ونختم بها محاضرتنا ان شاء الله اذا بشكل سريع نلخص المحور التاسع لمحاضرتنا وهي طريقة اختيار نوع واسلوب كتابة المراجع اولا اذا كان السلوب الاختباس موجود مسبقا في مندلي فقط ما عليك الا الذهاب الى مالف وورد ثم ريفرانس ثم عند ايقونة مندلي اضغط على style ومنها اختر السلوب أو style المرغوب سيتم تعديل كما شهادنا منذ قليل في الورقة التطبيقية اذا هنا كان التطبيق IEEE ثم تم تغييره الى Modern Language كذا اذا كان الاسلوب غير موجود في حسابك وفي قاعدة بيانات الخاصة بك في مندلي فقط اذهب الى ملف وورد ثم الى ريفرانس كما ذكرنا منذ قليل ثم اضغط على style ومن style اضغط على more style اختر ايقونة about ستظهر لك هذه الايقونة اما مباشرة على الورد او على مندلي من هذه الايقونة ابدأ او اضغط على editor citation style language باختيارها سيحولك الى موقع على الويب سايت ومن اختر research by name كما ذكرنا منذ قليل ثم اضغط على install على النموذج من الروب سيتم تحويله وسيتم تغيير النموذج مباشرة هذا في نهاية المحاضرة اسأل الله العظيم رب العشر كريم ان تكون هذه المحاضرة نافعة ومفيدة واسأله كذلك ان يجعلنا هداتا متهدين انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع تحيات أخوكم الدكتور عبد الرحمن الضباح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر